بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم تلاميذ الصفر الرابع الإتدائي في قناة إنجليز إتدائي مع مسناء السماء نهارده إن شاء الله هنشتغل من كتاب جم على صفحة 73 كتاب جم على صفحة 73 فيها لسون 3 درس التالت زي ما احنا قلنا الوحدة دي وحدة شيقة جدا بنتكلم عن الأعيات والإحتفالات والمناسبات والأفرح نهارده هنتكلم عن social studies اللي هي دراسات اجتماعية في حاجات كتير هنتكلم عليها النهارده بس همفكرك أن احنا شغالين نفس المنهج من كتاب المعاصر لو حاببت تتابع معنا هتلاقيه موجود معاك على القناة بيولي look انظر and read يعني وإقرأ عيد الفتر in Egypt عيد الفتر في مصر عيد الفتر عايز تقولها عيد الفتر عايز تقول عيد الفتر مش is a Muslim festival يعني احتفال إسلامي ده عيد إسلامي the month before عيد the month اللي هو الشهر before عيد الشهر القبل العيد is called يسمى رمضان طبعا عيد الفتر ده الشهر القبل على طول هو شهر إيه؟ رمضان in Ramadan في شهر رمضان many Muslims fast يعني المسلمون يصمون during the day يعني تلال النهار this means they don't eat or drink until sunset هذا يعني الصيام ده عبر عليه they don't eat or drink يعني هم لا يأكلون أو يشربون until sunset حتى غروب الشمس sunset يعني غروب الشمس in the month of Ramadan في شهر رمضان people think about يعني الناس يفكرون في the past الماضي a year the past year معنى العام الماضي يبقى في شهر رمضان الناس بيفكروا في العام الماضي they think about يعني هم يفكرون في the things they did well يعني الأشياء التي أدوها جيدا and the things they want to do better والأشياء التي يريدون أن يؤدوها better يعني بشكل أفضل it is also a time to help other people إنه أيضا الوقت لمساعدة الآخرين مساعدة الناس الآخرين هو كده بتكلم عن شهر رمضان طيب when is عيد الفطر متى عيد الفطر that's a very good question يعني هذا سؤال جيد جدا it's different every year إنه مختلف كل عام عيد happens in the first day of يعني العيد يجري يجري يعني يأتي الهين بيحدث امتى يأتي امتى in the first day of يعني في اليوم الأول the tenth islamic month يعني الشهر العاشر الإسلامي الإسلامي معناها الشهر الهجري بيتكلم عن شهر إيه بيتكلم عن شهر شوال called شوال أهو قال يبقى عيد الفطر بيكي إمتى في اليوم الأول من الشهر العاشر الشهر الهجري العاشر اللي هو اسمه شوال the month starts يعني الشهر يبدأ when people see the new moon عندما يرى الناس القمر الجديد اللي هو احنا بنقول عليه الهلال عشان كده حتى احنا في رمضان بنقول نستطلع هلال شهر رمضان أول ما يظهر الهلال يبقى بدأ الشهر الجديد lots of kachk يعني الكثير من الكحك kachk or delicious cookies الكحك هو عبار عن إيه؟ delicious cookies يعني كعكات أو بسكويت بسكويت إيه؟ delicious يعني لذيذ people eat kachk to celebrate الناس يأكلون الكحك اللي يحتفلوا they have nuts الكحك ده في إيه؟ nuts مكسرات sugar sugar and honey وعسل in them فيهم يبقى الكحك ده بيحتوي على إيه؟ nuts مكسرات وسكر وكمان هنا عسل many families يعني الكثير من العائلات may kachk يصنعون الكحك but لكن you can buy them يمكنك شراءهم from a bakery من المخبز too أيضا يعني الكحك ده الناس بتعملوا في البيت لكن يمكنك برضو شراءه من المخبز عيد مبارك عيد is a time of celebration يعني العيد هو وقت الاحتفال and for being happy وأن نكون سعداء people say عيد مبارك to their friends الناس يقولون لأصدقائهم عيد مبارك هم كده بيعيدوا عليهم people go to the mosque يعني الناس يذهبون للمسجد mosque ده اللي هو المسجد and spend time with their families ويقضون الوقت مع عائلتهم أو صرهم they eat delicious food and celebrate إنهم يأكلون طعام لذيذ ويحتفلون نشوف صفحي التالي 74 بيقول listen and say استمع وقل extra vocabulary المزيد من المفردات article article يعني مقالة يعني اللي احنا بنتكلم عنه ده في الصفحة اللي عدد ده عبارة عن مقالة بتتكلم عن عيد الفطر يبقى article article يعني مقالة article مقالة مسلم 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 يعني مسلم مسلم until يعني حتى until حتى كحك كحك اللي هو الكحك nuts nuts مكسرات يقصد بها كل أنواع المكسرات الفصدق واللوز والبندق والفول السوداني واللكاجو وكل ده مكسرات American يعني أمريكي دي صفة صفة American اللي هو أمريكي نصب شخص بأنه الجنسية بتاعته أمريكا طيب festival festival يعني عيد أو احتفال ممكن نقول عليه احتفال أو عيد festival sunset sunset غروب الشمس delicious delicious يعني لذيذ بنقولها مع الأطعمة دي صفة celebration celebration يعني احتفال celebration احتفال جاية من الفعل celebrate يعني يحتفل هو هتلاقيه هنا لحظة بس هو هنا طيب celebration يعني احتفال information information يعني معلومات information معلومات during during يعني خلال أو أثناء during the day يعني خلال النهار أو أثناء النهار different different يعني مختلف دي صفة bakery bakery وهو المخبز الفعل bake يخبز bakery المخبز mosque mosque وهو المسجد q u d تنطط k k أو ليه mosque mosque مسجد نشوف هنا conjugation of verbs يعني تصيف الأفعال عندنا regular verbs أفعال منتظمة سيء ايه في المضارع fast fast يعني يصوم احنا أخذنا fast كصفة معناها سريع لكن لما نستخدمها هنا كفعل تبقى معناها يصوم fast يصوم fasted fasted صامة ضفنا يدي want want you read wanted اراد ضفنا يدي happen happen يحدث happened happened عداثة كده دي أفعال منتظمة ضفنا لها يدي علشان تبقى مواضي طيب نشوف كمان أفعال منتظمة تاني زي ايه celebrate celebrate يحتفل اللي احنا قلنا من شوية celebration احتفال celebrate يحتفل celebrated يعني احتفل ضفنا d فقط عشان هو أساسا في ايه مش محتاجي لنضيف ايه كمان نسيب الإيدي زي ما هيه ونضيف d فقط d فقط celebrated يعني احتفل help help يعني يساعد helped helped يعني ساعد start start يبدأ started started بدأ نشوف irregular verbs يعني أفعال غير منتظمة present في المضارع زي drink drink يشرب هتبقى drink drink الفعل drink هيبقى drink يعني شريبة طبعا تغير شكل الفعل عشان ده غير منتظم can can يستطيع could could يعني استطاع هنا أفعال تانية غير منتظمة زي think يعني يعتقد أو يفكر هتبقى يعني اعتقد أو فكر l g h d silent لا تنطق say say يقول said said قال كده أفعال غير منتظمة شكلها بيتغير في الماضي نشوف هنا expressions and phrases يعني تعبيرات وعبارات زي think about think about يعني يفكر ب يفكر بشأن كذا think about spend time spend time يعني يقضي وقتا Islamic month Islamic month يعني الشهر الهجري شوف check point على vocabulary read and write يعني اقرأ واكتب اكتب ايه t لو العبارة صحيحة or f لو العبارة خاطئ number one the month before read is called شوال يعني الشهر اللي هو قبل العيد اسمه ايه شوال لا ده الشهر شهري العيد هو اسمه شوال يبقى العبارة دي f يعني false يبقى هنكتب هنا معرفة f هنكتب كده f يعني كده العبارة خاطئ طيب ونشوف number two when people fast عندما يصوم الناس they eat and drink during the day يعني هم يأكلون ويشربون خلال النهار لا طبعا يبقى صايمين ازاي يبقى هنا حرف t لا سوال هنا حرف f عشان العبارة دي false عندما يصومون الناس هم لا بيأكلوا ولا بيشربوا خلال النهار number three الناس يأكلون اللحم ليحتفلوا هم الناس بيحتفلوا في عيد الفطر بأكل اللحم لا العبارة دي باردو false يعني خاطئة يعني يمكنني ان اكتشف بنفسي او اكتشف ذلك اللي هو ايه in indonesia في دولة اندونسيا اندونسيا دي بلد في جنوب شرق اسيا people celebrate عيد الفطر الناس يحتفلونها بعيد الفطر by painting hard boiled eggs بتلوين البيض المسلوق جيدا and have a food fight with them ويعملوا به حرب طعام food fight in what is known as والمعروف باسم ده اسم المهرجان بتاعهم او الاحتفال بتاعهم نشوف هنا في صفحة 75 بيقى look انظر read اقرأ and write واكتوب شم النسيم هيتكلم عن شم النسيم ودي كمان مناسبة تاني شم النسيم لما تيجي تكتب شم النسيم حرف الاس ده يبقى capital l e e هيبقى capital و n هيبقى capital يبقى الاس و e و n is Egypt's oldest festival يعني هو اقدم الاعياد المصري او الاحتفالات المصري it comes a day after coptic easter يعني هو بيأتي بعد اليوم بيأتي فيه اليوم اللي بعد coptic easter عيد الفصح القبطي يبقى شم النسيم عايز اقول ان يشم النسيم ده مهرجان اديم مصري امتا بييجي بييجي في اليوم اللي بعد عيد الفصح القبطي انا بشوف بقول لك ايه when is it when is it يعني متى هو امتا بيجي شم النسيم it comes the day after coptic easter يعني بيجي في اليوم اللي بعد عيد الفصح القبطي كده هتكلم عن معلومات عن شم النسيم المعلومات التانية بقول what do people do يعني ماذا يفعل ناس الناس بيعملوا ايه في شم نسيم they go to parks يذهبون ليه parks اللي هي الحضائق او المنتزهات and gardens ويه الحضائق with their families مع عائلاتهم نشوف حاجة تانية what do people eat يعني ماذا يأكل الناس they eat salted fish يأكلون سمك وملح onions بصل and also colored eggs وايضا بيض ملوة why do you like it لماذا انت تحبه يقول I like شم النسيم انا احب شم النسيم because I always go on a trip with my family يعني انا ايضا انا دائما I always يعني انا دائما ازقق في رحلة مع عائلتي and we have a great time together ونستمتع بوقت جميل together مع بعضنا البعض كده اداني مجموعة معلومات عن شم النسيم وبيقول هنا اكتب موضوع عن شم النسيم هنبدأ اول حاجة نسيب مسافة تكلمة ونبدأ نكتب نقول شم النسيم ماله is an old festival festival يعني هو عيد او احتفال قديم people go to parks الناس يذهبون لي المنتزهات with their families يذهبون مع عائلاتهم they eat salted fish onions and colored eggs يعني هم يأكلون يأكلون ايه salted fish يعني اسمات مملحة onions بصل colored eggs اللي هو البيض الملوث I like شم النسيم انا احب شم النسيم كده كتبنا موضوع كده جميل وسهل كده عن شم النسيم هنا بيقول coptic يعني كبطي easter اللي هو عيد الفصح نشوف صفحة 76 بيقول lesson 3 exercise يعني exercises تدريبات على lesson 3 number one lesson and complete استمعوا واكمل عندنا ثلاث كلمات هنسمع هنا النص وناخد منهم ونكمل adam ومنا adam بيساس سؤال how do you عايزين هنا فعل نقول عيد الفطر عايزين كيف تحتفل بعيد الفطر هنقول how do you celebrate عيد الفطر يبقى نجيب القلم كده وهنكتب هنا celebrate celebrate ادي celebrate ادي celebrate يعني تحتفل how do you celebrate كيف تحتفل عيد الفطر منا بتقول اي ايت انا اكل عايزة تقول ايه اي ايت انا اكل اكل ايه 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 اللي بيتكل من هنا طبعا كحك هنقول كحك هدي كحك كحك and spend time with my family واقضي وقتا مع عائلتي آدم بيقول me too انا ايضا i also go to the mosque انا ايضا اذهب لي mosque للمسجد اكتب هنا mosque هادي mosque ها هو المسجد number two read and match اقرأ وصل بالقلم عندنا العمود a و b number one the month the month before عيد is called رمضان يعني الشهر قبل العيد يسمى رمضان هنكمل بيه هنقول قات عيد الفطر في عيد الفطر ولا هنقول ان رمضان many muslims fast during the day يعني في رمضان الكثير من المسلمون يصومون في النهار ولا هنقول it is the first day of the of the tenth Islamic month شوال هو اليوم الاول من الشهر العاشر الهجري او الاسلامي هو شوال ولا but you can buy them from a bakery too لكن يمكنك ان تشتريهم ايضا من المخبز هنبدأ نقول الفقرة الجملة مرة تانية بيقول the month before عيد is called رمضان يعني الشهر قبل العيد يسمى رمضان بعد كده هنبدأ نتكلم عن رمضان هنقول نجيب قلم كده وهنقول in رمضان many muslims fast during the day في رمضان كثير من المسلمون يصومون في النهار number two when is عيد الفطر متى عيد الفطر عيد الفطر امتى it is the first day of the tenth Islamic month شوال هو اليوم الاول من الشهر العاشر الهجري اللي هو شوال many families make kachk يعني الكثير من العائلة تصنع الكحك لكن but you can buy them from a bakery too يمكنك ايضا شراءهم من مخبز people say الناس يقولون عيد مبارك امتى عيد الفطر يعني بيقولوا ان مبارك في عيد الفطر number three fill in the gaps using the words in the box يعني املأ الفراغات باستخدام كلمات في الصندوق x x يعني بيض بيت شاطئ festival احتفال او عيد salted fish يعني بسمك مملح families عائلة هنجيب القلم ونقول اول حاجة هيبدأ يقول ايه شم النسيم مالو is an Egyptian ايه عايز اقول هو احتفال مصري فين احتفال اهو festival ايب هنكتب هنا festival اه دي festival اللي هو ايه احتفال people always go out with their يعني الناس دائما يخرجون with their ايه يخرجون مع مين with their families مع عائلاتهم اه دي families هنكتب كده families يعني عائلاتهم they eat هم يأكلوا بيأكلوا ايه on this day في هذا اليوم they eat هما بيأكلوا في عيد ايه احنا كده جام النسيم هما بيأكلوا salted fish يب هنقول salted fish ايه دي salted fish اللي هو ايه سمك المملح طيب بعد كده هنقول on this day they also color هم ايضا يلونوا يلونوا ايه 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 اللي بنلونه في عيد شام النسيم طبعا ايجز بيأكل هنا ايجز ايه دي ايجز يعني هم احيانا يذهبوا الى الى ايه هنقول to the beach للشاطئ هكتب كده beach الشاطئ شوف صفحة 77 بيقول choose a correct answer يعني اختر الاجابة الصحيحة number one the month before يعني الشهر قبل العيد يعني الشهر قبل العيد يسمى شهر قبل العيد اسمه ايه رمضان طبعا شهر رمضان هو اللي قبل العيد مش شوال المشوال ده هو اللي في العيد ولا كمان number two عيد الفطر happens in the first day of the يعني عيد الفطر يحدث امتة بيجي امتة في اليوم الاول من ايه هنقول اه ولا تنث ولا في الشهر الهجري الكام العاشر عيد الفطر بيجي في الشهر الهجري العاشر اللي هو شهر ايه شوال number three عيد is time for يعني العيد هو الوقت ليه celebration وقت الاعتفال and for being وان نكون ايه being ايه happy سعداء sad يعني حزناء ولا sick مرضى كيد وقت ان نحن يكون happy سعداء number four people go to that يعني الناس يذهبون الى الى ايه parks يعني منتزهات mosques اللي هي المساجد ولا schools مدارس and spend time with their families ويقضون وقتا مع عائلتهم يب هما بيروحوا فين بيروحوا mosques في العيد بيروحوا المساجد number five بيقول look and write يعني انظر واكتب a paragraph فقرة of about four to six sentences من اربعة لست جمهة شم النسيم بتكلم عن شم النسيم جاب هنا كلمات ممكن تسترشد بيها علشان تكتب festival يعني احتفال او عيد celebrate يحتفل park منتزه او حديقة عامة salt fish يعني سمك مملح eggs بيت هنبدأ نقول ايه شم النسيم is an old festival يعني شم النسيم ده عيد قديم we celebrate it in spring يعني نحن نحتفل به في الربيع we go to parks يعني نحن نذهب للمنتزهات with our families مع عائلاتنا we eat salted fish نحن نأكل السمك المملح onions بصل and colored eggs وكمان آآ البيض الملون طيب بعد كده we spend nice times يعني نقدي اوقاتا ممتعة كده تكلمنا عن شم النسيم وقلنا كل الحاجات نكتب هنا حفقه نقص كده بعد كده قلنا كل الحاجات اللي هم نعملها في شم النسيم number six بيقول يعني علامات الترقيم للجملة التالية we celebrate in عيد الفطر يعني نحن نحتفل بعيد الفطر اول حاجة طبعا حرف W ده هيبقى كابتل لانه بداية الكلام we celebrate in عيد الفطر انا قلت لك عيد الفطر هتخلي حرف E ده كابتل واتخلي حرف A ده برضو كابتل وحرف F ده كمان كابتل خلصنا جملتنا نضع اخر حاجة ولصب طبعا انت هتكتب الجملة دي كلها وتضع خط صغير كده تحت الحرف اللي انت غيرته وصلنا نحن لصفحة كامل سبعة وسبعين ان شاء الله هنكمل مع بعض منهجنا ونحل الامتهانات لو عندك اي استفسار او سؤال اكتبهوا لي في التعليق وان شاء الله انا حاول ارد عليه تابعونا على قناة انجليز الابتدائي مع مسانا السمان والسلام عليكم